خاب الأردني تحت الضغط كابتن حسين عموتا تحت الضغط لأنه نتائجه حتى في المباريات الودية ما كانت منيحة شو رح يتغير عليه بكرة؟ بكرة مصطفى لعيبة بكرة لعيبة الأردنيين وانت ما تنسى صلوا زمان مع بعض صحيح كابتن عموتا صلوا ثلاث شهور معهم بس كلاعيبة عنده مجموعة مميزة من المواهب الفردية انت عم تحكي على يزان عمات عم تحكي على مستتعمري مستتعمري من أهم اللاعبين موجودين في مومبيلية هلا بفرنسا هادول لعيبة بخوف بخوف هادول لعيبة موهوبين مصطفى في أي لحظة ممكن يعملو لك الفارق ممكن أرضية الملعب ما تساعدهم بكرة وسوء الأحوال الجوية بالإضافة لشغلة كتير مهمة مصطفى يمكن مع الكابتن معسين خبرة اللاعبين السعوديين بكرة بالملعب وإدام الجمهور الأردني ما بنعرفها لأنه إذا بدي بلش منشيني بنفس التشكيل اللي بلش فيها بالمباراة الماضية عندك محمد العويس لبلاهي وصالح الشهري هدول هدول الثلاثة اللي احنا لنعرفهم إلهم أما البقية كلهم لعيبة ممتازين يعني عم تحكي عباس الحسر عم تحكي على مختار عم تحكي على سعود الحميد سعود يمكن أكتر واحد كمان عنده خبرة فيهم لكن البقية صغار في مواجهة هايك دغوط طريقة اللعب الجديد اللي تبعها منشيني عم يلاعب وراء ثلاثة مدافعين وعم يلاعب خمسة في نص الملعب كل أمور ممكن تكون أنا شايف محسين عم بهز براسه يعني تتفق وين شايف محسين صحيح عبو كرم طريقة الثلاثة خمسة اثنين جديدة على المنتخب يعني أكيد بمراحة ممكن أول مرة تلعبون فيها قدام باكستان باكستان مش المنتخب القوي اللي تختبر نفسك فيه يعني لكن برات بكرة بطريقة الثلاثة خمسة اثنين هاللاعبين بيكونوا في جاهزية كبيرة مع المنتخب الأردني اللي يعتمد على السرعات على التحولات مع اللاعبين الممتازين ليش حاسس انك انت مش حابق الطريقة محسين بكرة ما مات يعني شوف هذه الثلاثة خمسة اثنين تحتاجين لها وقت طويل يتمرنوا عليها اللاعبين وتحتاج نوعية اللاعبين يجدون هالطريقة عمار مدرب مدرب برو اي شو المشكلة ثلاثة خمسة تحت حفيز اللاعبين مصطفى اول شي بها الحالة انت ثلاثة مدافعين سبتهم لازم يطلع سعود عبد الحميد وعنس اللي يطلعوا هني كجناحين هلأ يمكن المدرب يختاره لانه سالم مش موجود فما عنده ما عنده الأجنحة قلبين الهجوم يعني أنا المستغربه هو عنده صالح صالح شهري وعم يلاعب مران من النصر اثنين يعني مش متفاهمين أو متواجئين مع بعض يعني الطريقة مصطفى حسب امكانيات اللاعبين الموجودين عندك يعني ها هو البيئراها منشيني احنا مرش نقيم منشيني هل هو عنده الأجنحة هل عنده الأزيرة عنده صعود عبد الحميد هو توقع تعادل انت شو تتوقع تعادل يمكن أقرب للأردن